معتبراً أنها تضحية من أجل الوطن وعبر رسالة بخط اليد أوعز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأعضاء كتلته تقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وذلك بعد فشل تشكيل حكومة أغلبية وبعد ثمانية أشهر من الانتخابات النيابية التي تصدرتها كتلة الصدر بمائة وخمسة وخمسين نائباً وبأكثر من سبعين مقعداً ما يزيد المشهد السياسي في العراق تعقيداً رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وافق على استقالات أعضاء الكتلة الصدرية ما يعني انتهاء تحالف إنقاذ الوطن الذي تشكل بتحالف الصدر مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني تحالف سعى الصدر من خلاله لتشكيل حكومة أغلبية تكسر نهج الحكومات التوافقية الذي درج عليه العراق وقد كرر الصدر توجيه الانتقادات للقوى المنافسة التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة في البلاد وتصر على تشكيل حكومة توافقية مشدداً أن إصلاح العراق لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية أما قوى الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي فتدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور وفي ظل هذه المعطيات تخشى أوساط عراقية بأن الحكومة المقبلة وإن تشكلت دون التيار الصدرية فستكون هشة ولتخطي الانسداد السياسي تطرح على الساحة العراقية خيارات منها حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بقرار من مجلس النواب نفسه ترجمة نانسي قنقر